حسوك يشغل تعبيرتا انسان كبير مش طيب ينسى هذا الشبه من ذاك الاسد اه اكيد الموهبة يعني تبدأ من الصور وتظهر ولكن الموهبة عندما تتعلق بالشعر والكتابة الكثير لا يهتم ليه اكيد لو كانت ربما في كرة القدم لا اه وكان امر اكثر ربما جدية بالنسبة الالية اكيد اكيد خاصا في الوقت الحالي يعني صراحة الحمد لله انا شكرا رضي ومتمنى هذا الموهبة ما تكونش غير عند بنتي تكون عند اي فتاة وتفرح بها اي ام نعم ان شاء الله لا انا حدت انك ان الاسرة متفتحة الحمد لله اسرة متفتحة الحمد لله مقولوش متفتحة على امور اخرى متفتحة على الثقابة اكيد الابداء الابداء لانه احضرت قصيدة اه القاتها يعني اه تحكي حكاية كأنها عاشتها اه والام تسمع في الحكاية هذه اللي حكتها اه واحد اخر اسمع بنته تقول هذه كل كلمات ممكن يخلقها ولكن الام بما انها عارفة بنتها بانه توصف حالة من الحالات اه تقبلت الامر ولهذا المرأة المثقفة تختلف عن المرأة لي يعني ثقافة مصنص اكي اه هذي ممكن مقدرش ان نوجه المرأة فقط في مواضع دون مواضع المرأة تتفاعلها كل ما يحدث في المجتمع ليس كذلك الاخت المرأة المكرو لكن لو تسمع القصيدة يعني هناك قضاء لكن هناك قضاء شعرت بها من طرف الاخر برويت لك يعني فاضت بها كل مشاعري تأثرت بها فكتبتها كأنني انا من عيشتها و ولكن من يقرأ القصيدة في ديوان نعم يعني يقول بأن المؤلفة هي الشعرة هي اللي عاشت هذه الاحباة هذه وانا البارح كنت نسمع فيها ونشوف لمك يعني ردت فيها لا بالعكس انا كنت نقول ما شاء الله اسراء يعني متفهمة ويمكن الحكاية هذه اللي حكيتها هي تكون سمعتها قبل كحكاية تتخرة يعني نعم دعونا نقول له مجال الشعر دائما مجال الشعر هل كل ما يكتبه الشعر يجب أن